السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 9 من الفصل الثاني هنتكلم عن الاتوميك بوندينج أو الروابط الزرية بالحقيقة بعدما الجزئيات الأولانية اتكلمنا عن علاقة الإلكترون بالبروتون يعني بنتكلم عن التركيب أو البناء الإنشائي أو التركيب الإنشائي بتاع الزرة بدأنا نشوفها بعلاقة الزرة ببعضها فلقيت أن عندي نوعين من أنواع البوند برايماري بوند وسكندري بوند في البرايماري بوند في الحياة معناها بيحصل ترانسفير أو شيرينج أو إلكترونز فرم آتم تو آتم إتز السرونج بوند يعني في البرايماري بوند إما أن يحصل انتقال من إلكترون إلى آخر إما أن يحدث انتقال لإلكترون من زرة إلى أخرى أو أن يحصل شيرينج أي مشاركة من إلكترون بين الإلكترونات من زرة إلى الأخرى وفي الغالب هذه الرابطة قوية أما السكندري بوند لا في انتقال من إلكترونات ولا في شيرينج وفي الغالب هذه الرابطة تعتبر رابطة ضعيفة يبقى البرايماري بوند برضو عندي عندي ثلاث أنواع إما أن تكون آيونيك بوند أي رابطة آيونية أو كوفيلانت بوند رابطة تساهمية أو تشاركية أو رابطة متاليك بوند أي رابطة معدنية ترجمة نانسي قنقر